من أكثر الدول إنتاجاً للقمح حول نظام الأسد سوريا خلال الأعوام السبعة الماضية إلى أقلها إنتاجية منظمة الأغذية والزراعة تابعة للأمم المتحدة الفاو كشفت أن محصول القمح السوري في العام الجاري هو الأدنى في ثلاثين عاماً حيث وصل إلى مليون ومئتي ألف طن أي ما نسبته على خط الانخفاض ثلاثين بالمئة إعلان الفاو أكد حالة التراجع الكبير التي يعيشها قطاع الزراعة في سوريا الأمر الذي انعكس على حجم الصادرات والواردات وتسبب بعجز اقتصادي كبير تحولت البلاد من خلاله إلى مستورد لمعظم السلع الزراعية لسيما القمح علماً أن محصوله قبل ألفين واحد عشر وصل إلى أربعة ملايين ومئة ألف طن حسب منظمة الفاو ذاتها نظام الأسد المتسبب الرئيس بأزمة القمح جرى استهدافه الأراضي الزراعية وتسببه بحالة جفاف زراعية واسعة حاول الالتفاف على حالة العدز إذ لجأ إلى روسيا لتأمين القمح وأبرم معها عقوداً تشمل استراد أكثر من مليون طن في العامين الماضيين علماً أن القمح الروسي يعتبر من أنواع القمح الرديئة في السوق مساعي النظام تدور لتغطية النقص الحاصل في مناطق سيطرته وتأمين الخبز هناك بينما يهمش المناطق المحررة في سياسة عقاب جماعي يتخذها منذ أذار 2011